خلال مؤتمر صحفي قيمة في ببناها الرئيسي أطلقت بلدية مدينة الشارقة بمشاركة عدة جهات حكومية مبادرة مشتركة تحت شعار شارقة آمنة تماشي مع نهج إمارة الشارقة بأن تكون الإمارة حاضنة للأسرة في بيئة آمنة أطلقت بلدية مدينة الشارقة مبادرة شارقة آمنة الهادفة للتأكد من استفاء كافة اشتراطات ومتطلبات السلامة بالمنازل ولتحذير السكان من السلوكيات الخاطئة التي تعرض سلامتهم وسلامة أبنائهم للخطر في صورة تعكس التعاون الكبير بين مختلف جهات ودوائر الإمارة طبعا تتكرس الهيئة في هذه المبادرة بشكل خاص على توعية المجتمع من ناحية التسليقات العشوائية من ناحية حفر الآبار الغير مرخصة أو الاستخدامات الغير مناسبة ممكن يتسبب حتى في تسمم أو يتسبب في حالات غير كثيرة ممكن تكون تعود على سلامة الأفراد المجتمع أو أفراد البيت ما بتكون أي غرامات في خلال هالفترة طبعا في فترة هي ما بنقول فترة سماح ولكن هي فترة للشخص أن يأخذ المبلغ الغرامة اللي كان يتخالف فيها ويصلح فيها بيته أو يصلح الضرر اللي ممكن يصيب في البيت مبادرة شرقة آمنة تتضمن حملات توعوية وزيارات تفتيشية تستهدف المناطق السكنية والتجارية والصناعية في مدينة الشرقة هدف الدفاع المدني من الشارقة في هذه المبادرة هو التأكد من استفاء المنشآت والمباني الاشتراطات الوقايسة من الحريق والتأكد من وجود أنظمة الإطفاء والإنذار في المنشآت وكذلك التأكد من عدم وجود أي مخالفات قد تسبب حرائق في هذه المنشآت وتم خلال المؤتمر الكشف عن الخطة الزمنية المحددة لتنفيذ المبادرة حيث تم تقسيم مدينة الشرقة إلى عدة مناطق جغرافية تشملها المبادرة بحيث يتم تغطية جميع المناطق المستهدفة تباعا من خلال توزيع المنشورات التوعوية باللغات العربية والإنجليزية والأردو من أجل الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع لتكون الشرقة بيئة حاضنة وأمنة لكافة فئات المجتمع شارقة آمنة مبادرة تستهدف المواطنين والمقيمين على أرض الشارقة لتوعيتهم والمحافظة على أمنهم وسلامتهم لأخبار الدار فايزر طنحاني الشارقة